بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير عليكم أو مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا دايما بخير يا رب النهار ده عندنا جولة جديدة في سوق ديان هنكمل بقى بقى جولتنا في سوق ديانا للتحف الانتكات السوق ده يوم السبت يا جماعة من كل اسبوع وموجود في شارع عباد الدين في وسط البلد لو هتركبوا المترو يبقى تنزلوا محاطة العتبة وتطلعوا اتجاه شارع 16 يوليو وتدخولوا من جنب بانك فيصل الاسلامي هيبدأ معاكو السوق ان شاء الله ده بالنسبة لطريق المترو طبعا اي مواصلات بقى بقى شارع عباد الدين في وسط البلد عند سينيما ديانا بلس هنبدأ كده مع بعض احنا ليه اسمنا الفيديو اتنين اسمناه لان انا كان نفسي ادل بيتر حقه بصراحة بيتر كان جاي بشغلة حلو جدا 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 بصراحة وكان عايز ياخد وقت كمان اكبر من كده لان انا في حاجات كتير اه ما صورتهاش وحاجات اتظلمت اه في الفيديو ده بصراحة بس اه هو جاي بشغلة كتير شغلة حلو جدا اه حاجات كلها تستاهل بصراحة وهو يستاهل يبقى فيديو لوحده اه يعني من الشغل الجميل اللي عنده ومن الكم اللي موجود وكمان اه يعني ان انت تنزلي سوق في الشارع وتلاقي حد جايب كم الشغل ده فده بصراحة يحترم منازل شغل حلو قوي 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 كم كبير ماشاء الله ربنا يزيده يا رب وربنا يرزق فيه طبعا اه فكان لازم ان انا قديله حقه في الفيديو ده عشان كم الشغل اللي هو منزله وكمان جمال الشغل اللي هو منزله فتعالوا بقى احنا كده عند بيتر هنبدأ مع بعض ونشوف طبعا انا وردتكم الاول قابليه كانت فيه فرشة اه كلها شغل حاس والفرشة دي بتبقى موجودة برضه كل اسبوع وبيبقى فيها كم الشغل اللي انتو شفتوه ده اللي كان في بداية الفيديو اه دخلنا بقى على بيتر وهنشوف بقى الشغل اللي موجود عنده الكرسي ده كان فيه كرسي زيه اه اتنين زي بعض ده واحد والتانية انحية التانية عندنا كمان البيون اللي انتو شايفينه ده بتلات تلاف وخمسمائة جنيه اه فيه كمان الفوزات اللي انتو شايفينها دي وطبعا الاسعار مختلفة فيه كمان الترابيزة دي ترابيزة بوكر يا جماعة الناس اللي عارفة ترابيزة البوكر او بيضاوي دي بقى الفين وخمسمائة جنيه اه طبعا الترابيزة دي انا شفتها كتير وشفتها في جلاليهات كتير فحلوة جدا جدا شكلها حل فيه كمان الفوزة دي الفوزة دي خشب الماني بتمينمائة جنيه يعني كان شكلها كان عجبني فبسأله عليها قال لي دي خشب خشب الماني كمان عندنا البيودة كان بتلات تلاف جنيه برضو شكله ظريف جدا عندنا كمان الفاترينا الجميلة دي فيه عنده كمان فاترينا تانية هنشوفها برضو الفاترينا دي يا جماعة باربع تلاف جنيه شكلها طحفة زي ما انتو شايفين كده الشغل نظيف مرسوس رصة حلوة يعني اه شغل بمزاج كمان عنده البيودة بستة تلاف وخمسمائة جنيه بصوا عنده التمسالين بتوع التطبخ والتطبخة دولات حلوين جدا لو تحطوا في اي مطبخ يبشيك قوي اه كمان معاهم الساعل في النص دي بصوا البيوت طحفة كمان كان عندنا الراديو اللي فوق ده على فكرة الراديو ده شغال وكان سعره الفين جنيه دي فاترينا تانية برضو ب الفين وخمسمائة جنيه بخمس تلاف وخمسمائة جنيه انا اصفة ودي اه نفس يعني اكبر من الفاترينا الاولانية اه في كمان عندنا البيودة البيودة اسمه بايوموبل ده بيتفك بيتفك حتة حتة يعني وبيتركب هو قال لي كده واسمه موبل وكان سعره اربعة تلاف وخمسمائة جنيه يعني بصراحة شوية اه شغل ورصصهم يعني انا في انا جبتلكو التقيل اه الحاجات الصغيرة بقى الفازات مع الطقم الفناجين اه مع التابلوهات وكان فيه سجاد كمان كل الحاجات دي بقى سيبا كنتوا تسألوه اكيد السجاد اللي عنده يعني انا كنت فاكرة بصراحة اسألوه عن السجاد بس الاسف نسيت بصوا كمان المكتب ده تحفة سعره اربعة تلاف جنيه شكله حلو جدا بصوا انا بحاول اجيبه لكو طبعا هو فيه قدامه شغل فيه تحتيه شغل فانا مش عارف اعدي من قدامه عشان اجيب شكله مظبوط فطلعت بقى بره خالص عشان اعرف اجيب لكو شكله وتبصوا عليه ده سعره اربعة تلاف جنيه بصوا كمان فيه حاجات فوق اه صيني برضو بس برضو معرفش اسعارها وانتو بقى تسألوا الحاجات اللي انا مسألتش عنها ممكن تصلوا بيه وتسألوا عن الاسعار ده برضو بيون بصوا اللي جانبه ده الكرسي التاني احنا قلت لكم اول كرسي شفناه ليه اتنين يعني فيه واحد تاني شكله فهو ده بصوا بقى مجموعة التابلوهات اللي موجودة عنده موجود بصوا من اول قدام كده الحد ورا خالص الحد ورا البيوهات والفترين برضو موجود تابلوهات كلها حلوة جدا 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 مع كمان اللمبادير ده حلو قوي والساعات كمان الناس اللي كانت بتسألني على ساعات في الفيديو اللي فات فيه هنا برضو ساعات ممكن تسألوا عليها بس دي اعتقد سعرها مش هيقل عن التلات تلاف اعتقد كده يعني انا مسألتش على سعرها بس انا يعني من قطر ما بنزل وبشوف اسعارهم فهي سعرها مش هنزل عن التلات تلاف ممكن يكون اقل انا مش عارفة بصراحة فانتول اللي عاوز يسأل يتصل بيه ويسأل كده خلصنا عند بيتر وزي ما قلتلكم ما جبتش اسعار التابلوهات ولا جبت اسعار السجاد ولا اطقم الفناجين اللي موجودة ولا الصين اللي موجود كل الحاجات دي بقى معلش سامحوني وبرضو الفازات ما جبتش اسعارها فمعلش بقى سامحوني انتوا هتكملوا الباقي معاه لو حابين تسألوا عن حاجة بصوا بقى زي ما انتوا شايفين السوق ما شاء الله ما شاء الله يعني كان مليان الجو كان حلو الشمس كانت غايبة معظم الوقت بتهايلي ما طلعتش كمان فكان الجو حلو جدا 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 والسوق كان فيه ناس كتير فدي فرصة كل ما الجو يحلو فرصة ان انتوا تنزلوا وتستمتعوا بالحاجات الجميلة التحفة اللي احنا بنشوفها مع بعض بصراحة من اشيك الاسواق اللي بنزلها بامانة السوق ده بصراحة كله شياكة وقيم جدا احنا هنا عند علي علي للأسف كان مع زباين فما كنتش عارفة اسأله عن حاجة كان مشغول معهم جدا بس برضو قلت يعني اديكم فكرة عن الحاجات اللي موجود عنده لان كان فيه عنده بعض حاجات كده شكلها حلو كان فيه السجدة اللي ورا دي او تابلو انا مش عارفة بصراحة يعني لوحة اه كانت محطوطة كده على تربيزة كان نفسي اه يجيبها لي طبعا انا مش عارفة عدي طبعا لان الشغل زي ما انتوا بشايفين كده بيبقى مرصوص اه من الاول للاخر فصعب ان انتوا تعدوا بتدوسوا على حاجات او كده فبيبقى صعب جدا ان انا عدي عنده الكرسيين دول كانوا باربع تلاف جنيه دول اللي عرفته اسأل على اسعارهم هنا بقى احنا عند عم عطا اه ده حلنا عنده بقى وهنشوف ايه اللي موجود عنده اه الاسبوع ده كان في عنده التربيزتين دولت شكلهم حلو قوي صغنانين كده وشكلهم زريف طبعا انا سيبالكم تليفون عالي لو حبيتوا تسأله عن اي حاجة بتتواصلوا معاه وتسأله كمان الفوزة دي كانت تحفة عند عم عطا الاسبوع ده كان فيه سجاد هنشوفه مع بعض بصوا السجاد ده كان فيه اه ماشاية صغيرة واتنين كبار وكمان الفاترينا اللي انتوا شايفينها دي طبعا فيه شغل تاني وارا بس انا مش عارفة وصل له الماشاية دي كانت 1200 جنيه مش فاكرة قال لي نوعها ايه مش فاكرة بصراحة مش فاكرة بس انتم ممكن تتواصلوا معاه وتعرفوا وفيه اتنين تانين اكبر منها تقريبا اتنين في تلاتة او اصغر شوية يعني في الحدود دي طبعا هو ما فرش هاش وفرش بس اه وراني بس الماشاية الصغيرة كمان كان عنده الفاترينا دي برضو حلوة اويك تقريبا كانت ب 6000 على ما اعتقد يعني برضو كان عنده كم ساعات حلوة برضو ساعات حقت حلوة شكلها ظريف وعنده اه تمثيل زي ما انتم شايفين كده اطباء نحاس معالق كمان كان عنده قطقم صيني كان عنده بصوا المعالق دي كلها كلها اه حاجات قديمة جدا كان عنده الساعة دي ب 280 جنيه طبعا كان في ناس كتير من اه من الناس اللي همت عاودين نشوفهم في السوق ما كانوش موجودين الاسبوع ده فربنا يجيبهم الاسبوع الجاي بالسلام ان شاء الله ويبقوا موجودين ونصور معاهم برضو اه كان عنده كمان الترابيزة دي الترابيزة دي شكلها شيك جدا بالمراية بتاعتها دي حلوة قوي يعني تتقفل تبقى ترابيزة شيك وزريفة كان عنده العملات دي الواحدة بتتبع بمية جينيه على ما اعتقد ده كده شغل آآ عم عطا نكملين بقى في باقي الفرش اللي موجود عندنا بصوا دي اللي في النص دي اللي دي كده اباجورة شكلها طحفة جميلة جدا انا عدت فترة كده قدامها عشان اعرف دي اباجورة ولا دي ايه بالزبط قال لي انها هي اباجورة بصوا كمان التابلوهات دي الواحدة كان بمئتين وخمسين جنيه طبعا ده صدف الواحدة بمئتين وخمسين يعني ممكن تاخد الاربعة بالالف جنيه وطبعا اللي بياخد ببياخدش واحدة بياخد المجموعة او ممكن ياخد اتنين او تلاتة يعني على حسب ما هو عاوز في كمان عندنا الاباجورة دي كان بالف ومئتين جنيه طبعا انا عرفت ان هي اباجورة من السلك بس قلت اتأكد برضو منه فقال لي فعلا هي اباجورة وسعرها كان الف ومئتين جنيه ده كمان آآ بصدف برضو وسعر الواحدة تلتمائة وخمسين جنيه يعني الاتنين بسبعممية جنيه بس هنا كان لونهم تحفة بصراحة آآ انا متعودة اشوفهم دايما باللون الاسود والصدف اللي فيها هو اللي بيبقى لونه مختلف المرة دي لقيت اللون ده حلوي قوي 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 وكان عاجبني بصراحة طبعا شغل النحاس آآ هتلاقوه كتير جدا في سوق ديانة طول ما انتم ماشيين بقى هتلاقوا حاجات زي كده بصوا كمان اللوحة دي تحفة وسعرها كان مئتين وخمسين جنيه وكان شكلها حلوة قوي آآ برضو الحاجات اللي هي بتلاقوها في البازارات هتلاقوها برضو موجودة في آآ هتلاقوا فيها ليها فروشات في سوق ديانة مش موضوع تحف وانتيكات بس لأ هتلاقوا في حاجات كده الهدايا اللي احنا بناخدها لان بيبقى في عدد كبير من الصوح موجود آآ عدد كبير من الاجانب يعني موجود في سوق ديانة وبتلاقوا جنسيات مختلفة ودايما بشوف اعداد منهم كل جولة بنزلها لسوق ديانة كده خلاص احنا جولتنا خلصت في سوق ديانة للتحف والانتيكات والسوق بيبقى يوم السبت يا رب بتكون جولة النهاردة عجبتكم ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشل الفيديو لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة وما بتنسوش تابعوني على صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام والتيك توك والتيليجرام وكل اللينكات دي هتلاقوا في الديسكريبشن بوكس اشوف كم بقى في جولة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته